وصلت الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء عقد اجتماعاتها حيث ترأست مساعد أول رئيس مجلس الوزراء رندل منشاوي الاجتماع الثاني للوحدة التي تم تشكيلها بقرار من رئاسة مجلس الوزراء لمناقشة واستعراض سبل إزالة المعوقات التي تواجه عددا من المستثمرين والشركات وإيجاد حلول فورية لها خلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه جار العمل على إتاحة منظومة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء تتلقى المشكلات من المستثمرين تمهيدا لعرضها على المجلس مع تكوين مجموعات عمل مخصصة للتعامل مع ما يرد عن طريق تلك المنظومة هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعريف بمهام الوحدة ودورها في التعامل الفوري مع مشكلات المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب وأليات التواصل مع الوحدة